على هامش الدورة الحادية والاربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي والمنعقدة في كراكوف ببولندا عقد المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث في اقتصاديات الثقافة حلقة نقاش حول التراث العالمي والتنمية الاقتصادية بعنوان تجديد المناطق الحضرية في المدن التاريخية بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة مجلس ادارة المركز الاقليمي والسيد فرانشيسكو باندرين المدير العام للمساعد للشؤون الثقافية بمنظمة اليونسكو وعدد من المتخصصين في مجالات الثقافة والتراث وفي بداية اللقاء ألقت معالي الشيخ مي الخليفة كلمة افتتاحية أشارت فيها إلى مبادرة الاستثمار في الثقافة وأهمية تكريز هذه المبادرة لخدمة المشاريع الثقافية وتكثيف الجهود الدولية لحماية الارث الإنساني والحضري لمختلف دول العالم كما أشارت معاليها إلى ضرورة الاهتمام بمواقع التراث الإنساني المعرضة للخطر قبل أن تطالها يد التخريب والدمار وبحثت الحلقة النقاشية موضوعات أساسية أبرزها ما قدمته هيئة البحرين للثقافة والأثار من دراسة بعنوان التحديات والفرص للتأهيل الحضري على مشروع طريق اللؤلؤ شهادة على اقتصاد الجزيرة وهو ثاني موقع بمملكة البحرين يتم تسجيله في قائمة التراث الإنساني العالمي عام 2012 حيث قدمت المهندسة نور السايح مديرة مشروع طريق اللؤلؤ عرضا حول مراحل عمل المشروع بدءا من مرحلة التصور الأولي للمشروع وصولا إلى المرحلة الحالية منها حيث يتم استكماله العام المقبل تزامنا مع تتويج مدينة المحرك عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2018 بالإضافة إلى ما تناوله المهندس غسان الشمالي من فريق عمل مشروع طريق اللؤلؤ في شأن الخطة الشاملة للمحافظة على الإرث الإنساني لمدينة المحرك بشكل عام والمنازل الواقعة على طريق اللؤلؤ بشكل خاص كما تطرقت حلقة النقاش إلى موضوع الحفاظ على التراث المعمري وتكيف البيئة التاريخية القديمة لمواجهة التحديات الحديثة إعادة إحياء مدينة القدس القديمة والذي قدمته الدكتورة شادي طوقان مديرة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي اشتركوا في القناة